شكراً أبطال الاختيار شكراً تامر مرسي شكراً المتحدة النهاردة 45 دقيقة رجعوا لك 7-8 سنين اللي فاتوا 45 دقيقة اللي تم 14-18 بتشوف بالظبط اللي احنا عشناه في هذه الايام الصعبة الايام السوداء بتاعت الاخوان رجعنا النهاردة هو الاعتصام ده كان ايه اللي فيه هو الناس كانوا عاملين ايه في البيوت واعتها بالمناسبة في الليلة دي قعدنا نشتغل كنت وقتها في قناة التحرير اشتغلنا كان يوم الثلاث قعدنا لحد اربعة الصبح خدنا ساعتين راحة رجعنا كملنا سبعة صباحاً مع بداية الفضل الناس ما كانتش بتنام احتلوا بيوت الناس تدخل شائتك يفتشك ياخد بطاقتك احتلوا البيوت كلها بالكمل كانت في ربع العدوية والناس كانوا بتدخل معنا بتصوت ليل ونهار قعدوا 42 يوم احتلال جماعة ارهابية مسلحة لواحد من اكبر مدين في مصر قالك هذا الميدان اللي قالك السلمية اديكوا شفتوا مشاهد حقيقية كنا بنعرضها بقالنا سنوات بنعرضها اللي هو التسليح داخل ربعة ويقول لك ده احنا اتلون ده اول اتنين شهداء من الشرطة الشرطة رايحة فضي سلمي بتندع على الناس يا جماعة من مرات امنة يا جماعة يلا روحوا عليك زيقول لحضراتكم قد تكونوا تتذكروا او لا الفض ده تأجل مرتين اتأجل مرتين منهم مرة قبل العيد كنا في رمضان ومرة بعد العيد مباشرة اتأجل ليه تأجل لانه كان هناك تفاوض وكان فيه وسطاء وعلى فكرة اسأله الشيخ محمد حسان اللي عايز يعرف الشيخ محمد حسان قعد مع الاخوان وراح ليه القوات المسلحة الفريق اول عفتاح السيسي موجود واتكلم معاه رجع للاخوان يا جماعة روحوا يا جماعة الاعتصام ده مش هيستمر لازم تلمشوا الناس وتمام وخلاص مع عدل النيابة طالب القبض عليهم وخلاص انما باقي الناس الموجودة في المنان محدش اقرب لها قالوا لا انت عارفين يوم الفض يوم 14-8 اتأجل ساعتين ليه اتأجل ساعتين اتخذ القراءة تاني لانه كان فيه مفاوضات حتى قبل ساعتين من الفض وكان ممكن يتم الفض بدون مواحد يموت لو الاخوان استجابوا لو قيادة الاخوان استجابت بقول لحضراتكم قبلها بساعتين بيتموا مفاوضات وهناك عدد يعني موجودين كلهم بالمناسبة ربنا ديهم الصحة موجودين وشهود على انا بقوله قبلها بساعتين في الاخر ايه يا جماعة قالك لا لا ما فيش فايدة محمد حسان راح شيخ محمد حسان راح لهم وحد اسمه جمال مش عارف الملاك بول مين ايضا نفس الحكاية يا جماعة الناس اللي موجودة دي ناس هتموت انتوا عايزين تموتوا الناس ليه الناس السلاح اللي موجود والسلاح شافوه شافوا السلاح بالمناسبة كل حاجة كانت في ربعة متصورة مش كريم عبد العزيز دخل واحمد ميك اه امن الدولة كانوا موجودين اجلس الدولة كلها كانت جوا الربعة وانت فاكرين يعني البلد كانت متسابة وربعة متسابة متصورين كل عدة كل خيمة فيها اسلاح القيادات كلها اللي كانت موجودة ولما بعوهم وسلموهم قال له يا مولانا ادى له مسدس وقال له جاه يا مولانا الجهاد يا مولانا وراح سايب وجري فاللقطة اللي شفتوها النهاردة هم دول طب في واحد من قادات الاخوان كان في الاعتصام ووقت الفضل لا راحوا فيين كله هرب ساب الناس المغيبين اللي جابوهم بالفلوس فلوس مش كان بيدلهم شنط فلوس جاية لهم مش عارف من شركة مين ورجو عفاء كزا واعلان ايه حاجات كلها او الله وانتوا اللي بيتمض عليهم الفترة اللي فاتت دول اخبارهم ايه ما لازم ترجع بالذاكرة هو دي نتيجة ايه للي حصل في وقت ربعة وما بعد ربعة التمويل اللي كان بيتم بالمناسبة معظم اللي مولوا ربعة ما تبطش عليهم وقتها تبط عليهم منهم ناس تبعد عليها فاربعة خمس شهر اللي فاتوا دول كانوا بيمولوا ايام ربعة كله بيجي في وقته مش لازم كله مرة واحدة ولكن بيحصل ما بتأجلش شويتين تلاتة ولكن بتتابع فربعة كانت مرصودة حتة حتة قالك ما في السلاح ده طلع الارهاب المغير في 16-18 وقال لك لا لا انا هزمكو ده انا يا جماعة وكان في العمارة اللي هي كانوا النهاردة بيتكلموا عليها هو والمجموعة بتاعته المساعدة